لسه مستمرين مع سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعتهم بارح الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية وجه سيادة الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في التنمية الاقتصادية وتذليل أي عقبات بتواجه أيضاً وجه السيد الرئيس بموصلة تعزيز المنظومة الضربية وربطها إلكترونياً وأيضاً تفعيل نظم الذكاء الاصطناعي لضم الاقتصاد غير رسمي للمنظومة ده بالإضافة لتأهيل وتدريب مأموري الضرائب الجدد على أعلى مستوى اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور السيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية عرض السيد وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركي بما فيها مشروع النافذة الواحدة وكذا نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذي بدأ تنفيذه المبدئي في الأول من إبريل الماضي والذان ساهما بدورهما في تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجاري فضلا عن المساعدة في حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركي والتحول الرقمي لمنظومة الجمارك وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات الدولية خاصة من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكانة وتطوير العملية الجمركية وذلك وفق الجدول الزمني المخطط كما عرض الدكتور محمد معيت مستجدات تطوير المنظومة الضريبية بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية والتي تشهد حاليا نسبة 100% من الالتزام من قبل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التي تم تطبيقها عليها ومن المخطط استكمال مراحل الإلزام لكافة المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة كما تم عرض جهود ميكانة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير من العام الجاري وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين إلى جانب تطوير أداء مأموريات الضرائب من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها وجاري أيضا استكمال مراحل النشر لكافة المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية كما تم أيضا استعراض تطورات العمل بالإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في إجمالي عدد المتقدمين بإقرارات ضريبة الدخل إلى أعلى من 10% عن العام الماضي بعد انتهاء فترة مد الأجل كما شهدت منظومة إقرارات القيمة المضافة نموا بنسبة 91% في أعداد المسجلين عن عام 2018 فضلا عن النمو في أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% عن عام 2018 وكذا النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن العام الماضي وفي ذات الصياق تم عرض مستجدات مشروع الإيصالات الإلكترونية بي تو سي وبرنامج تحفيز المواطنين وكذا مشروع إدارة حالات التهرب الضريبية إلى جانب متابعة ما تم من إجراءات بخصوص تعيين ألفي مأمور ضرائب فحص وحصر وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إلكترونيا مع تفعيل النظم الذكاء الاصطناعي لضم مجتمع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة كما وجه سيادته بإعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأموري الضرائب الجدد وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لمنظومة التحصيل الإلكترونية حيث تخطط المتحصلات للخدمات الحكومية حوالي 92 مليار جنيه منذ بدء العمل بالمنظومة وذلك بخلاف النظم الضرائب والجمارك حيث وجه السيد الرئيس باستكمال تطوير المنظومة لارتباطها باستراتيجية الشمول المالية والتحول لمنظومة الدفع الوطنية بالاشتراك مع البنك المركزي كما تم استعراض تطورات تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات المالية الحكومية حيث وجه السيد الرئيس بتكامل النظام مع كافة الجهات الحكومية بالدولة وفقا للخطط الزمنية المستهدفة وذلك للمساهمة في حوكمة إدارة المالية العامة للدولة وتم أيضا عرض الموقف المالي للهيئة العامة لتأمين الصحي الشامل والجاهزية لتمويل المرحلة المقبلة من المشروع حيث إنه من المتوقع أن يبلغ نمو إيرادات الهيئة بحلول العشرين من يونيو الجاري حوالي خمسة وعشرين في المئة عن العام الماضي وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بقيام كافة الأجهزة المختصة بالتنصيق لمتابعة ودعم نشاط الهيئة وذلك في ظل الأولوية الهامة والمتقدمة التي توليها الدولة لدورها الإنسانية تجاه المواطنين بالمقام الأول كما تم استعراض نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء والتي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة فضلا عن عرض سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادية حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادية خلال الفترة المقبلة مع العمل على تذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وقد استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود استضافة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من يوليو المقبل والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزري لمدة عامين قادمين وقد وجه السيد الرئيس بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر الذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة وتتويجاً لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة كما عرضت الدكتورة مايا مرسي الموقف التنفيذي لاستضافة مصر للمقر الدائم لمنظمة تنمية المرأة والتي تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة مع الأخذ في الاعتبار الجهود المصرية الرائدة في تأسيس المنظمة والدعوة لها فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ في يوليو من عام 2020 كما أوضحت السيدة رئيس المجلس القومي للمرأة أن منظمة تنمية المرأة تهدف إلى النهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتي تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة وتصحيح الخطاب الديني ومكافحة التطرف بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية في صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم وقد وجه السيد الرئيس بتحمل مصر لتزديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في منظمة تنمية المرأة وعددها 22 دولة سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام كما وجه سيادته بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لمنظمة تنمية المرأة مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة ووجه السيد الرئيس أيضاً بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثي لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة منظمة تنمية المرأة بالمنظمات الدولية خاصةً في إطار الأمم المتحدة وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة